السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في تتمة أنشطة الشكل والتطبيقات الكتابية الآن مع أنشطة الصفحة الواحدة والثلاثين وصلنا إلى التمرين رقم خمسة لدينا أميز بين الفعل الصحيح والفعل المعتلي مع إتمام المطلوب بوضع العلامة في الخانة المناسبة إذن لاحظوا أن هنا أربعة ديال الأفعال لدينا باعة نسية رصمة وشدة إذن باعة إذن أول ما نلاحظه في هذا الفعل هو أن الوسط دياله حرف علة إذن مدام الوسط دياله حرف علة إذن هذا غيكون فعل معتل وليس صحيح ولكن أي نوع من أنواع المعتل إذن عنده حرف علة في الوسط والفعل اللي كيكون عنده حرف علة في الوسط كنسميه فعل معتل أجوث إذن غنوضع العلامة هنا في خانة أجوث ثم نسية حتى هذه النسية أيضا لحظوا في الآخر دياله عندي حرف علة اللي هو الياء إذن مدام في حرف علة إذن هذا معتل ولكن أي نوع من أنواع حرف العلة غنشوفوا حرف العلة عنده في الآخر إذن الفعل اللي كيكون معتل الآخر كنسميه فعل معتل ناقص وبالتالي غنوضع العلامة هنا في خانة ناقص هنا لدينا راسامة إذن لحظوا راسامة هذا فعل لا يتضمن حرف العلة إذن هذا فعل صحيح وكان لحظوا أيضا لا يتضمن همزة ولا يتضمن تضعيف والفعل اللي ما كيكونش فيه الهمزة وما فيش تضعيف وما فيش حرف العلة كنسميه فعل صحيح سالم إذن راسامة فعل صحيح سالم هنا في غنوضع العلامة ثم عندي هنا الشدة لحظوا الشدة فيه تضعيف وفيه حرفان من أصله واحد اللي هم الدال شادادة الأصل قلنا هو شادادة إذن هذا فعل مضعف هنوضع علامة هنا صحيح مضعف نمر للتراكيب أملأ الجدول حسب المطلوب إذن عندنا هنا جمل وعندنا هنا هنوضع المبتدأ وهنا الخبر وهنا نوعه عندنا المثل الأول التلميذ مجد إذن هذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر المبتدأ هو الذين ابتدئوا به الكلام هنا ابتدأنا بالتلميذ إذن التلميذ مبتدأ وخبره هو مجد ثم نوعه مفرد إذن الخبر هنا خبر مفرد لماذا؟ لأنه جانب كلمة واحدة ليس جملة ولا شبه جملة عندنا هنا الجملة الثانية المهاجرة تخدم وطنها إذن حتى هذه جملة اسمية تبتدئ باسم لهو المهاجرات إذن هذا الاسم اللي كتبدأ به الجملة الاسمية كنسميه مبتدأ إذن سنقول المهاجرات مبتدأ ثم الخبر الخبر لاحظوا عندي هنا جملة تخدم وطنها إذن المهاجرة ما يتمم المعنى هو عبارة تخدم وطنها إذن الخبر هو يخبر عن المبتدأ إذن تخدم وطنها هذه كاملة خبر إذن تخدم وطنها إذن تخدم وطنها لاحظوا هذه جملة فعلية وهي الخبر إذن نوعه هنا جملة فعلية الجملة الموالية الوطن أبناؤه مخلصون إذن هذه أيضا جملة اسمية تبتدئ باسمه هو الوطن إذن الوطن هو المبتدأ وعندنا هنا أبناؤه مخلصون لاحظوا هذا أبناؤه حتى هو مبتدأ مبتدأ ثاني ومخلصون خبر هذا المبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الأول اللي هو الوطن هو هذه الجملة كاملة أبناؤه مخلصون أبناؤه مخلصون كاملة تخبرنا عن الوطن تخبرنا عن الوطن إذن هذه كاملة هذه أبناؤه مخلصون كاملة خبر الوطن وبالتالي مادم أن هذا أبناؤه احتهي فيها مبتدأ وخبر أبناؤه مبتدأ ومخلصون خبر احتهدرها جملة إسمية وبالتالي سنقول نوع الخبر هنا جملة إسمية ثانيا أضع كل جملة في الترصيم المناسبة لها لاحظوا هنا عندي ناسخ فعلي خبره جملة فعلية إذن سنقلب هنا على الناسخ الفعلي للخبر جملة فعلية حيث هنا عندي كان حتى هذا ناسخ فعلي صار أيضا ناسخ فعلي وضلتي ناسخ فعلي عندي هنا كان العالم في المختبري إذن العالم هو إسم كان وخبره هو في المختبري إذن هنا الخبر كيف هو الخبر هنا شبه جملة من الجار والمجرور إذن هنا هذي الجملة الأولى سننضحها هنا لماذا؟ لأن الخبر شبه جملة من الجار والمجرور إذن نضعها هنا إذن كان كان العالم في المختبر ثم هذي صار الطالب عالما إذن طالب اسم صار وخبره هو عالما لحظوا عالما الخبر جاء في كلمة واحدة إذن هذا خبر مفرد إذن هذي سنوضعها هنا صار الطالب عالما والجملة الأخيرة اللي بقى ضلت الأمطار وتتساقط هي الأولى هي للخبر ديالها جملة فعلية الأمطار هذا اسم ضل وتتساقط هو خبر ضل ولحظوا الخبر هنا تتساقط هذا فعل أي جملة فعلية إذن هذي اللي سنكتبها هنا ضلت الأمطار تتساقط الآن ثالثا أعرب كانت الرحلة ممتعة إذن كان هذا فعل ماض ناقص اللي هو في نفس الوقت ناسخ فعلي إذن فعل ماض ناقص مبني على الفتح وجانا متصل بها التأ تأنت الساكنة لا محلة لها من الإعرب علش ضفناها غير حيث الرحلة مؤنت ضفنا التأ باش تكون كتناسبة إذن كانت تدخل على الجملة الإسمية ترفع الأول ويسمى اسمها إذن الرحلة وهذا اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وتنصب الثاني ويسمى خبرها إذن ممتعة هنا فهو خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره إذن هذا إعراب هذه الجملة إذن كانت قلنا فعل ماض ناقص مبني على الفتح وتأتنيت الساكنة لا محلة لها من الإعراب الرحلة هذا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره ممتعة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن هكذا سنعرب هذه الجملة إعرابا تاما سنمر للإملاء لدينا أصنف الكلمات الآتية حسب الهمزات التي تتضمنها وأبينها إذن عندي الكلمة الأولى المهاجر إذن لحظوا المهاجر لحظوا هذه فيها همزة وصل إذن سنكتبها هنا المهاجر العالم أيضا هنا عندي همزة وصل مفتوحة العالم سنكتبها هنا أقطار إذن هنا عندي همزة قطع أقطار نكتبها هنا في خانة همزة القطع إدراكون حتى هنا عندي همزة قطع إدراكون نكتبها هنا في خانة همزة همزة القطع إكرام نفس الشيء همزة قطع إكرام إقتصادي إذن هنا عندي همزة وصل إقتصادي إستقبال إذن هنا عندي همزة وصل أيضا إستقبال ثم هنا عندي إنتصر إذن حتى هنا عندي همزة وصل إنتصر ثم عندي هنا أكتب إذن هذه همزة وصل أيضا أكتب ثم نشاط الموالي لدينا أملأ الفراغ بوضع التاء المناسب فيما يأتي إذن مهاجرة إذن هنا نكتب التاء مربوطة لماذا؟ لأنها مسبوقة بفتحة ويصح الوقوف عليها هاء الرعاة إذن هنا نكتب التاء مربوطة هذا كيف ما قلنا هذا يسمى جمع التكسيري المنقوص هاجرت إذن هنا نكتب التاء مبسوطة لأنها جاءت في الفعل والقضات بحالها بحال الرعاة تاء مربوطة ثم عندي هنا أكمل الجدول حسب المطلوب إذن هذا الجدول عندي كلمات عندي مهاجرة غندير الجمع ديالها إذن مهاجرة جمعها هو مهاجرات إذن نوع التاء كيف هي تاء مبسوطة والسبب سبب كتب التاء مبسوطة هو كون هاد مهاجرات هاد جمع مؤنث سالي الداعي جمعها الدعاة إذن اللحظ التاء مربوطة بخصوص هذه الكلمة فسبب كتابة التاء المربوطة يعني السبب الحقيقي هو كون هذه الكلمة هذا يسمى جمع التكسير المنقوص وفي الدرس تقول السبب هو يصح الوقف عليها هاء ولكن هذه الكلمة لا نقف عليها هاء لا نقول الدعاة نقف عليها بالدعاة القضاة الرعاة هكذا إذن التبرير الصحيح هو كون هذه الكلمة أو هات جاءت في جمع التكسير المنقوص وفي الدرس تقول لنا حالة أخرى تقول لنا سبب آخر له يصح الوقوف عليها هاء والحقيقة أن هذه الكلمة لا نقف عليها هاء لذلك ما نعطيش السبب هنا السبب التي بلية منطقي هو كونها تكتب مربوطة لأنها جاءت في جمع التكسير المنقوص ولكن تلاميذ السنة الخامسة ما زال ما تعرفوش على جمع التكسير وما زال ما تعرفوش على جمع التكسير المنقوص أو للإسم المنقوص بشكل عام إذن من الأفضل هذه الحلقة ما كانش يعطيوها للسنة الخامسة المساعدات إذن الجمع هنا سنقول المساعدات إذن المساعدات تأكف ما كان لحظه مبسوطة وحتى هذا جمع مؤنث سالم هو السبب جمع مؤنث سالم الباخرات إذن الجمع هو الباخرات إذن نفس الشئ كيف ما كان لحظه التأكتبات مبسوطة وحتى هذا السبب هو كونها جمع مؤنث سالم والساعي الجمع دي لها السعات إذن هذه بحلها بحل الداعي الدعات الراعي الرعاة إلى غير ذلك إذن كيف ما كان لحظه مربوطة واللي قلناها على الداعي غنقوله على الساعي إذن السبب ليس هو في الحقيقة كيف ما قدموا لنا في هذا درس يقولوا لنا لأن السبب هو كونها يصح الوقوف عليها السعات لا نقف عليها السعات نقف السعات وبالتالي ف سبب كتابتها مربوطة هو كونها جاءت في جمع التقصير المنقوص ولذلك هنا ما نقولوش السبب نخليه الحالة مفتوحة وهكذا نأتي إلى ختام ما يتعلق بهذه الحصة مفتوحة